موسيقى الرئيس السيسي يهنئ وقادة العالم لمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد الحكومة تنفي اتزام الدولة التنازل عن موانئ النيل صالح دولة اجنبية وتؤكد ان الموانئ تخضع بالكامل للسيادة المصرية والعملية العسكرية الروسية في اوكرينيا تتم شهرها العاشر والتصعيد يتواصل بين الجانبين الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى بعث الرئيس عبد الفتاح اسيسي برقيات تهنئة الى اصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم لمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد وارب رئيس اسيسي في برقياته للقادة وزعماء عن اخلص تهنئه واطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل السلام والازدهار لشعوبهم الصديقة وجميع شعوب العالم وفي السياق ذاته اوفد الرئيس اسيسي اماناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد تبدأ اليوم الكنائس تابعة للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الاسقفية لاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي هذا وقد استعدت الكنائس للعيد لتظهر في ابهى صورها حيث تزينت قبل انتلقي الاحتفالات بأشجار الكريسمس واستحالة من التنظيم الكبير يواصل عدد من الكنائس في دول العالم الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي تحرص مختلف الكنائس المحتفلة بالعيد حول العالم وفقا للتقويم الغربي على تجميل وتزين الكنائس وذلك لاستقبال المحتفلين على اختلاف اعمارهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفع المركز الألمي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل صالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرية وفي هذا الإطار أوضح المركز الألمي أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتغضع للسيادة المصرية وستظل كذلك موضحة أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثماري في مجال النقل النهري دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري أكدت الوزارة أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء من المصريين أو الأجانب بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية وفقا لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية هذا المرفق مشيرة إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستأول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 700 أهواء 72 قضية تموينية مستندية وعينية وذلك بمضبوطات بلغت قرابة 600 أهواء 19 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية هذا وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 22 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 567 طن في مجال حقب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فضلا عن ضبط قرابة 20 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط 10 أطنان من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من الأسعار الرسمية وذلك لمواد البناء إلى جانب ضبط 795 قضية وذلك في مجال قضايا المخابز من بينها 235 قضية خبز ناقص الوزن و171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات للمواصفات أيضا ضبط 9 قضايا في مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي وذلك بمضبوطات بلغت قرابة 49 طن نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صلونا نقاشيا بعنوان المسئولية المجتمعية للشركات وذلك في إطار الفعليات التي تنظمها التنسقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني نقش صلونا تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من المحاول أبرزها دور المسئولية المجتمعية للشركات وأشكال تلك المسئولية وأهم المبادرات التي تحقق بها مبادئ المسئولية المجتمعية هذا وقد تضمنت ورشة المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص عددا من التوصيات من بينها إنشاء قواعد بيانات لخدمات مؤسسات المجتمع المدني ومشروعات الحكومة ودراسة تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 العام 2017 أكدت الجامعة العربية أن الإعلام خاصة في ظن انتشار التكنولوجيا الرقمية أصبح أداة فاعلة لتشكيل الرأي العام فضلا عن دوره كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك في كلمة لأسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وذلك أمام الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري لوزراء الإعلام العرب خلال الحفل الختمي لترابلوس عاصمة للإعلام العربي 2022 وأكد خطابي حرصاء مجلس وزراء الإعلام العرب على أن تظل القضايا المطروحة على جدول أعماله معبرة عن الواقع العربي ومتفاعلة مع انشغلات وتطلعات الشعوب العربية في إطار دولة القانون والمؤسسات اعتمدت قيادة العمليات المشتركة العراقية استراتيجية جديدة لمحاصرة فلول تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي خروقات أمنية وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء التحسين الخفاجي إن الخطط الأمنية الجديدة ترتكز على الجهد الاستغباري والأمني وتنسيق مع القوات الجوية من أجل منع أي تحرك لتلك العناصر الإرهابية كما أكد اللواء على أهمية دور الاستغبارات في كل العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية ضد بقايا التنظيم الإرهابية أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل أكد أن العراق يمكنه المساهمة وبشكل فعال في الاستقرار الإقليمي للمنطقة العربية وأكد بوريل أن استقرار العراق ليس مهما للعراقيين فقط بل للعالم بأسره مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للسيادة العراقي ووحدة أراضي وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في تحقيق هذا الهدف لأن عدم الاستقرار في العراق سيؤثر على أوروبا من حيث تدفقات الهجرة وتهديد مصالحه الاقتصادية والأمنية أضف بوريل أنه يجب على العراق حماية نفسه من التدخل الأجنبي وأن يصبح قسرا إقليميا يساهم في تقليل التوترات مشددا على دعم جهود بغداد لتطوير سياسة خارجية متوازنة قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل جالوزين أن تكثيف التعاون ما بين مولدوفا وحلف الناتو يقوض أمن البلاد وطلب المسؤول الروسي بعدم تكرار تقريبة كيافا في هذا الشأن والتي وصفها بالمحزنة مؤكدا أن دعم دول أنيتولوكرانيا بالأسلحة يهدد الأمن ويؤدي إلى كاريسة من جنبه قال وزير الخارجية وتكامل الأوروبي لمولدوفا نيكو بوبي سيكو قال إن بلاده في وضع أمني صعب للغاية لذا فهي بحاجة إلى تعزيز إمكاناتها الدفاعية أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا حققت تقدما كبيرا فيما تعلق بنزع سلاح أوكرانيا أوضح بيسكوف أن بلاده لا علم لها بشأن استعداد أوكرانيا لطرح خطة للسلامة مع إتمام الأزمة الأوكرانية شهرها العاشر إسراء إطلاق روسيا للعملية العسكرية الخاصة تشهد معضيات الأزمة تطورات مستمرة على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية وفي أعقاب تصريحات للرئيس الروسي فلاتمير بوتين والتي أشار فيها إلى أن قدرات أوكرانيا الدفاعية قريبة من الصفر قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا حققت تقدما كبيرا نحو نزع سلاح أوكرانيا مؤكدا أن بلاده ليس لديها علم بشأن استعداد أوكرانيا لطرح خطة سلام وذلك ردا على ما تناولته التقارير الصحفية في هذا الصدد وأضاف أن الرئيس الأوكراني فلاتمير زينيسكي يتجاهل حتى الآن حقائق الوضع في إشارة منه إلى إعلان موسكو ضم أربع مناطق من أوكرانيا إلى السيادة الروسية أضرار كبيرة أصابت القدرات الدفاعية لأوكرانيا بسبب الضربات الصاروخية الروسية الأمر الذي دفع الدول الغربية إلى مواصلة إمداد أوكرانيا بأسلحة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات وذلك فضلا عن تعهد الولايات المتحدة بدعم الجيش الأوكراني بنظام دفاعي قوي أمريكي من طراز باتريوت وهو النظام الذي وصفه بوتين بالقديم مؤكدا أن روسيا ستتكيف معه وبينما تؤكد روسيا بشكل متزايد فتاحها على المحادسات أشارت موسكو إلى استبعادها أن يكون الرئيس الأوكراني مهتما بالتوصل إلى تسوية سلمية مشددة على أن عملية إمداد أوكرانيا بالأسلحة لن تسهم إلا في إطالة أمد الصراع وتأكيدا على هذا الموقف قال رئيس دائرة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية أليكزاندر داتشيف إن المحادسات بشأن الضمانات الأمنية لا يمكن أن تتم في ظل استمرار الدعم العسكري الغربي وتواجد مدربين عسكريين من حلف شمال الأطلنطية في أوكرانيا قتل سبعة أشخاص فيما أصيب ثمانية وخمسون آخرون في قصف روسي على مدينة خارسون جنوب أوكرانيا من جانبه أدان رئيس الأوكراني فلاديمار زلنسكي قصف خارسون واعتبره عملا إرهابيا روسيا هدفه تخويف الأوكرانيين إلى ذلك أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مدينة خاركيا بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت أربع عشرة بلدة بالمدينة بالدبابات والمتفعية السقيلة وقذائف الهون من جهة أخرى طلب مساعد الرئيس الأوكراني ميخايل بودوليعك طالب بتصفية المصانع الأجنبية التي تدعم موسكو بطائرات المسيرة والصواريخ والقبض على مورد تلك الأسلحة قال رئيس الوزراء الأوكراني ديناس شاميال أن بلاده تلقت بالفعل أكثر من مائة شحنة من مواد أو من معدات الطاقة وأضاف عشاميال أن الاتحاد الأوروبي وعد بإمداد أوكرانيا بتسعمائة مولد كهربائي مشيرا إلى قيم الشركات والأفراد هذا العام بتسليم أوكرانيا خمسمائة ألف مولد كهربائي إلى جانب توفير الشركات لوحدات مولدات كبيرة لتجغيل المؤسسات الصحية ومحطات ضخ المياه قال رئيس قوة الحماية من الإشعاع والكيمويات الروسي إيغور كريكوف إن وزارة الدفاع الروسية لديها وثيقة تشمل جميع أسماء المسؤولين الأمريكيين الرئيسيين المشرفين على البرنامج البيولوجي العسكري الأوكراني أضاف كريكوف أن من بين الأسماء الأمريكية المدير السابق لوكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات والرئيس السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الآخرين في السياق آخر شر المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد آلية موحدة للتحقيق في تفشي الأمراض المعضية هذه الآلية أكثر ولا لواشنطن ويمكن التحكم فيها على حد قوله وذلك بعد أن أبدت الولايات المتحدة عدم رضا عن استنتاجات منظمة الصحة العالمية حول أسباب تفشي كورونا أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خطئ نبيب دروكبا في العام القادم عند المستوى الحالي قال نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل جالوزين أن شركة ترانس نفط الروسية أعلنت مؤخرا أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفيكيا وتشيك عبر الفرع الجنوبي لخطئ نبيب دروكبا سيبقى في العام القادم عند المستوى الحالي مدرعي مستوى الفرع الجنوبي لخطئ نبيب دروكبا أثرت الأزمة الأوكرانية التي دخلت شهرها العاشر على قطاع الغذاء والطاقة وتسببت في أزمات اقتصادية امتدت تداعياتها إلى جميع الدول العالم هذا وقد اتجعت دول الغربية للبحث عن مصادر بديلة للطاقة بسبب العقوبات المفروضة على استيرادهما من روسيا كما زادت معادلات التضخم بشكل غير مسبوق ألقت الأزمة الأوكرانية بتداعياتها على جميع مناح الحياة وامتدت تأثيراتها إلى العالم أجمع في وقت تسيطر فيه الأزمات الاقتصادية على المشهد ولا سيما المتعلقة بقطاعي الغذاء والطاقة مع دخول الأزمة شهرها العاشر هذه التطورات دفعت إلى إعادة تشكيل الأولويات العالمية في وقت يبحث الاتحاد الأوروبي فيه عن مصادر بديلة للغاز والنفط الروسيين بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو من جهة واستخدام روسيا سلاح الغاز للضغط على الدول الأوروبية للتراجع عن مواقفها المعارضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من جهة أخرى وتعاني الدول الأوروبية في فصل الشتاء من انخفاض درجة الحرارة وعدم توفر الوقود بشكل كاف ومن ثم لم تتوقف المحاولات الغربية للبحث عن بدائل للغاز الروسي حتى لا تواجه واقعاً قد تكون تبعاته على اقتصاداتها أكبر من تبعات الحرب العالمية الثانية وتمتد لما بعد الفين وأربعين بحسب الخبراء أزمة الطاقة الحالية تتجاوز النفط بكثير وبالتالي يمكن أن تؤثر على شريحة أوسعة من الاقتصاد العالمي والإشارة هنا إلى الغاز الطبيعي الذي يبلغ استهلاكه العالمي سنوياً 3856 مليار متر مكعب أزمة الغذاء كانت حاضرة أيضاً ضمن التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من 135 مليون إلى 345 مليون منذ عام 2019 وأصبحت الفجوة بين الاحتياجات والتمويل أكبر من أي وقت مضى فقد وصلت الموارد إلى أدنى مستوياتها ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 22 مليار ومائتي مليون دولار للوصول إلى 152 مليون شخص وزادت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق فاق تلك التي كانت بسبب أزمة جائحة كورونا وارتفعت أسعار المواد الغذائية في ظل نقص القمح وإعاقة العملية العسكرية لوصوله للدول المستوردة من أوكرانيا إلى ذلك تتواصل الأزمة وتتفاقم تداعياتها التي دفع فاتورتها ولا يزال يدفعها جميع دول العالم بلا استثناء أعلنت سلسو شركات تأمين يابانية أنها ستتوقف عن تأمين سفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسل وجاء قرار شركات التأمين بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب في أوكرانيا قد تتأثر واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسل من مشروع سحلين تول الغاز والنفط الروسي والمملك جزئيا لشركات جازبروم وشركات يابانية والذي يعد مهما لأمنى طاقة في اليابان لأنه يسهم بتسعة في المئة من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فازت الحكومة الإيطالية بسهولة في تصويت على ثقة في مجلس أنواب دعت إليه للإسراء بالموافقة على موازنتها الموسع للعام 2023 ورفعت أول ميزانية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني عجز الميزانية في العام القادم إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالية من 3.4% وخصصات أكثر من 22.3 مليار دولار للإعفاءات الضربية والمكافأة لمساعدة الشركات والأسر على مؤجهة أزمة الطاقة ومن بين العديد من الإجراءات الأخرى تخفض الميزانية أيضا سنة تقاعد وتقدم حوافز مالية لتشجيع التوظيف بعقود مفتوحة ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على الميزانية في قراءة ثانية الأسبوع القادم وقع بنك الاستثمار الأوروبي تفاقية قرد أخضر بقيمة 70 مليون يورو مع إحدى الشركات من أجل تسريع انتقال الطاقة في البرتغال عبر تطوير محطات طاقة متجددة وجديدة بطاقة إجمالية تبلغ نحو 188 ميجاوات وباستثمارات تتجاوز 150 مليون يورو وفي بين ناقل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام البنك بدعم أوروبا في تحقيق أهدافها المناخية مشيرا إلى أنها تعد مثالا متميزا للتعاون الاستراتيجي ما بين البنك والشركات العالمية الرائدة وذلك في مجال مصادر الطاقة المتجددة من أجل تحقيق أهداف التحول الأخضر والانتعاش الاقتصادي لجأ العديد من الأشخاص في أسبانيا إلى بنوك الطعام وذلك للحصول على وجبات دافئة شهدت طوابير الجوع كما يطلق عليها في مدريد شهدت زيادة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع قفزات معدلة التضخم وتنفق العديد من العائلات ما يقرب من نصف دخلها المتاحة على الضروريات اليومية والطعام وبلغ معدل التضخم في إسبانيا 6.8% على أساس سنوية في نوفمبر انخفاضا من 7.3% في الفترة حتى أكتوبر وعلى الرغم من أن معدلات التضخم قد تراجعت عن ذروتها البلغة 10.8% والمسجلة في يوليو فإن هذا لم ينعكس أثره على الشارع بعد هذا وقد ارتفع مؤشر إنفاق المستهلكين الأمريكيين بشكل طفيف في شهر نوفمبر على أساس سنوية بنسبة 1.1% ويتي ذلك كمؤشر على تباطئ التضخم بالولايات المتحدة في ظل متابعة بنك الاحتياطي الفيدرالي مستجدات الوضع الاقتصادي وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سياساته النقدية وضعاً اقتصادي أقرب للتخبط منه للنجاح عكسه مؤشر إنفاق المستهلكين الأمريكيين الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً في شهر نوفمبر على أساس سنوية بنسبة 1.10% الارتفاع بمؤشرات النفقات الاستهلاكية يتزامن مع تباط لتضخم لكن ليس بالقدر الكافي لينحي الفيدرالي الأمريكي مسعاه لرفع معدلات الفائدة لمستويات أعلى العام المقبل وزارة التجارة الأمريكية قالت إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من سلوسين النشاط الاقتصادي الأمريكي قد زاد بنسبة 1.10% بعد زيادة بنسبة 9.10% في أكتوبر الماضي وتوقع اقتصاديون أن يزيد إنفاق المستهلكين الفترة المقبلة كما زاد الطلب على السلع المعمرة الأساسية في نوفمبر بنسبة 2.10% وارتفع مؤشر الدخل الشخصي على أساس شهري في نوفمبر الماضي بنسبة 4.10% الولايات المتحدة شهدت بعض التخفيف في الإنفاق الشهر الماضي نتيجة تحول في الطلب من السلع إلى الخدمات وفي 12 شهراً وحتى نوفمبر الماضي زاد ذلك المؤشر بنسبة 5.5% الفدرالي الأمريكي من جانبه يتابع مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك من أجل اتخاذ قرارات السياسات النقدية فيما تظهر قياسات أخرى للتضخم علامات على التباطئ أيضاً تشهد سلطنة عمان غداً انتخابات أعضاء المجالس البلدية وذلك للفترة الثالية وفي لقاء مع شيوخ ورشداء وأعين المحافظات أكد سلطن عمان هيثم بن طارق على أهمية تفعيل أدوار المحافظات واستثمار مواردها الخاصة والاستفادة من مقوماتها هذا ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاتخابات العمانية سبعمائة وواحد وثلاثين ألفاً وسبعمائة وسبعاً وستين ناخبة وناخبة وذلك لاختيار مائة وستة وعشرين عضواً للمجالس البلدية من بين سبعمائة وسبعة وعشرين مترشحة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهتف من العاصمة العمانية مسقط موفد تلفزيون المصري محمد الخطيبة محمد داني في صورة الأوضاع ومجريات الانتخابات العمانية نعم جمعية الأستوديو بعد تحية بالفعل يعني كما ذكرتم يدلي العمانيون غداً بعصواتهم في انتخابات مجلس البلدية لفترة ثالثة وقد أعلنت بالفعل وزارة الداخلية عن جهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية في يوم التصويت الذي حُد له بيوم الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي لناخبين داخل سلطنة عمان الجديد لدينا في هذا العام هو أن وزارة الداخلية العمانية قامت باستحداث نظام جديد وهو تطبيق انتخب هذا التطبيق يتيح للعمانيين أن يقوبوا بالإدلاع بأصواتهم في أي مكان وفي أي وقت وليس من الضروري أن يتوجهوا إلى المقار الانتخابية وهذا التطبيق تسمم وفقاً لمعايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سرية أيضاً يُشترط أن يكون الناخب مقيداً في السجل الانتخابي ويحمل هذا التطبيق يتطلب التصويرها للأصل عن البطاقة الشخصية للناخب من الجهتين المجالس البلدية هي مجالس في غاية الأهمية لأنها تمثل امتناد لمسيرة البناء والتنمية والناخب العمانية التي قادها السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد أيضاً المجالس البلدية لها دور كبير في مشروعات خلط التنمية في نطاق كل محافظة سلطنة أمان بها 11 محافظة بواقع 61 ولاية أيضاً هذه المجالس تختص بإبداء توصيات متعلقة في مجالات عدة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها والمشروعات التنموية والمخططات العمرانية والهيكلية والصناعية والسياحية أيضاً تختص هذه المجالس البلدية بإقرار البرامج الكفيلة بمساعدة السئات المستحقة ورحاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنصيق مع الجهات المعنية أيضاً واقتراح برامج كفيلة بمساعدة المتدردين من الكوارث الطبيعية إذن هي تأتي كجزء تكميل للجزء الكبير الذي تقوم بسلطنة من مشروعات تنموية وزارة الداخلية بالفعل انتهت من كافة التجهيزات وقامت بإنشاء مركز إعلامي متخصص لمساعدة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لرصد عملية التصويت والانتخاب غداً بإذن الله سوف يكون هناك زيارة داخل وزارة الداخلية لمتابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المخصصة لمجالس البلدية هذا ما لدينا إلى الآن من جديد ومن تطورات وداخل المشهد لمتابعة مجالس الانتخابات البلدية هل لك أن رصد نوع من الأحاديث الخاصة بهذه الانتخابات ومدى حرص الشعب العماني على الذهاب إلى صناديق الاقتراع نعم الشعب العماني عندما تحدثنا إلى بعض المواطنين أكدوا أن هذه الانتخابات هي مهمة للغاية وأن هناك معايير لانتخاب من تقدموا في مجالس الانتخابية أولا لابد أن يكونوا على دراية كاملة بظروف كل محافظة وأن يكون لديهم برنامج انتخابي قوي يساهم في تنمية المحافظة وتقديم مشروعات وبرامج جديدة لخدمة المحافظة وخدمة أبناء الشعب العماني من كل محافظة ومن كل ولاية داخل السلطنة يعني كما ذكرت هي بسأل انتخابات مهمة تلعب دورا كبيرة في عمليات البناء والتنمية داخل السلطنة أشكرك جزيلة شكر موفد التلفزيون المصري من سلطنة عمان محمد الخطيبة قالت صحيفة تليغراف أن بريطانيا ستزيد من الانفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه استرليني أضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير المالية جيرمي هونت زيادة الميزانية وذلك خلال الثلاثة أشهر وصرح هونت الشهر الماضي بأن الحكومة أدركت الحاجة إلى زيادة الانفاق الدفاعي وأنها ستحافظ على الميزانية على الأقل 2% من الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع التزامها بحلف ناتو عبر المحيط الأطلنطي ويقدر الخبراء العسكريون أن ترتفع ميزانية وزارة الدفاع في 2024-25 إلى 50 مليار جنيه من 48.6 مليار جنيه وذلك لتجنب خفض القيمة الحقيقية مع استمرار التضخم فوق 10% ذكرت مصادر فرنسية أن المشتبه به في قتل ثلاثة أشخاص وقرح ثلاثة آخرين في حادث بالقرب من مركز ثقافي في باريس أعترف بأنه ارتكب الحادث بدوافع عنصرية وأضفت المصادر أن المشتبه به تم إيقافه وبحوزته حقيبة تحتوي على أسلحة هذا وتتواصل التحقيقات في ارتكابه جرائم قتل وأعمال عنف بأسلحة مخطط لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتفق وزراء خارجية اليابان وخمس دول من اسيا الوسط على اعلاء مبدأ احترام سيادة جميع الدول ووحدة اراضيها وتسوية النزاعات وبشكل سلمي وذكرت هيئة الاذاعة اليابانية ان وزير الخارجي الياباني يوشي ماصا حايشي اجتمع في العاصمة توكيو بنظرائه من اوسباكستان وكازاخستان وكيرغيسستان وطاجكستان وتوركمانستان وذلك لعقد حواري اسيا الوسطى زاد اليابان قال وزير الخارجية اليابانية ان المجتمع الدولي يقف في مفترق طرق في ظل الازمة الروسية الاوكرانية مشيرا الى اهمية التعاون ما بين اليابان ووسط اسيا في الوقت الراهن اكثر من اي وقت مضى اكدت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان تجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية لم تشكل تهديدا للولايات المتحدة او حلفائها واعتبرت الدفاع الامريكية ان تجارب كوريا الشمالية تصلت ضوء على تأثير المزعزع لاستقرار المنطقة كان الجيش الكوري الجنوبي قد اهلن امس ان بيونج يونج اطلقت صاروخين باليستيين نحو البحر قبالة ساحلها الشرقية تسببت عواصف قوية في تعطيل العمل بالمطارات في الولايات المتحدة الامريكية وكنادا وانقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق ادى طقس الثلجي الى اسقاط خطوط الكهرباء وحوادث الطرق التي اسفرت عن مصرع واصابة العشرات عواصف ثلجية عاتية اربكت حسابات الولايات المتحدة وكندا وتسببت في تعطيل العمل بالمطارات وقضت على احلام عشرات الالاف من المسافرين لقضاء العطلات وتسببت الرياح القوية والعواصف الثلجية في اغلاق المدارس في كندا وقطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بعد اكتياح العصفة جميع انحاء البلاد مما دفع سلطات الكندية الى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل ان تسوى الاحوال الجوية بشكل اكبر ومن المتوقع ان تؤثر العاصفة على نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها اكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد وهما انتاريو وكيبيك في طريقها الى المناطق المطلة على الاطلسي والغت ثانية كبرى شركات الطيران في كندا استباقيا جميع رحلاتها في مطارات تورونتو وأتوا وكيبيك بسبب سوء الاحوال الجوية فيما حذرت شركات طيران اخرى من عمليات تأخير وإلغاء وفي الولايات المتحدة ألغت شركات طيران اكثر من خمسة آلاف وسبعمائة رحلة فضلا عن إلغاء السكك الحديدية عشرات القطارات خلال عيد الميلاد مما عطل سفر الآلاف في العطلات تساقط الثلوج بشكل كثيف ادى الى اسقاط اسلاك الكهرباء وحوادث الطرق التي اسفرت عن مقتل واصابة العشرات وحثت السلطات في مناطق من ولايات انديانا وميشيجن ونيويورك وأوهايو قائد السيارات على تجنب السفر غير الضروري في المكسيك انتظر المهاجرون بالقرب من الحدود الأمريكية في درجات حرارة شديدة البرودة انتظروا قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن ما إذا كان سيتم رفع قيود فرضتها سابقا جائحة كورونا التي تمنع الكثيرين من طلب اللجوء وتحل الأعياد هذا العام على الملايين في الولايات المتحدة وكندا وسط عواصف ثلجية وظلام سيطر على العديد من المناطق في انتظار أن تأتي الأجواء بدفء لا يحرمهم بهجة الأعياد قالت السلطات اليابانية إن سلوك الكثيفة التي انهمرت في الأوينة الأخيرة على شمال اليابان وأماكن أخرى تسببت في مصر 13 شخص وإصابة أكثر من 80 شخص وتركت أكثر من 10 ألف منزل بدون كهرباء وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن العواصف السلجية والأمواج العاتية في شمال اليابان وعلى طول سحل بحر اليابان تسببت في تساقط سلوك يصل عمقها إلى 60 سنتيمتر وقالت وكالة الطاقة وإدارة الحرائق أنه أصيب أكثر من 30 شخص بجروح خطيرة كما أصيب أكثر من 50 بجروح طفيفة وذكرت السلطات في اليابان أن خدمة القطارات والطائرات تعطلت في شمال اليابان كما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاترابات في حركة المرور أعلنت لجنة وصحة الوطنية في الصين عدم تسجيل أي حالات بفيروس كورونا مشيرة إلى وصول عدد الإصابات الجديدة إلى 4128 إصابة وكشف مسؤولنا صحي وصيني أن نصف مليون إصابة بكوفيد تسجل يوميا في مدينة شينغداو بمفردها بعد رفع السلطات المحلية في الصين القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا والمعروفة بسياسة سيفر كوفيد تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالفيروس وذكرت صحيفة ساوست شاينة مورنينج بوست التي تصدر في هونغ كونغ أن العاصمة بكين تواجهت سنامت صابات بكورونا بينما أفادت بلومبرغ أن فيروس كورونا بدأ في الانتشار بشكل واسع وسط مدينة شنغهاي وذلك بعد أشهر من فرض إغلاق لوقف انتشار الفيروس في المدينة البالغ عدد زكانها 25 مليون نسمة هذا وأفادت صحيفة ساوست شاينة مورنينج بوست بأن الصين أرسلت مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية بعضهم متخصص في الرعاية الحالية إلى العاصمة بكين للتخفيف من العبء عن المستشفيات التي تعاني من ضغوط شديدة وسط موجة من الإصابات وذلك على الرغم من نقص القوى العاملة في المستشفيات المحلية وعلى نحو المماثل قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغو إن مخزون اللقاحات في البلاد يمكن أن يلبي الطلب بشكل عام مضيفا أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة الفيروس وحماية حياة الناس وصحتهم بشكل أفضل قال وزير الصحة الهندي أن بلاده ألزمت القادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وحونغ كونغ وتايلاند بإجراء اختبار لكورونا وأضف المسؤول الهندي أن القادمين من تلك الدول سيخضعون الحجر الصحي إذا مظاهرت عليهم أعراض كوفيد أو ثابتت إصابتهم بالفيروس تنفيذا لتوقيهات الرئيس السيسي بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين تم طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز وذلك ببعض المدن الجديدة هذا ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان ومن المقرر قريبا الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرحة وإسطوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسطوب السداد وذلك على الموقع الإلكتروني المخصصين الحجز رحب المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إساسكو في ختم أعمال دورة سالسة والأربعين بمقريب الرباط رحب بمبادرة الرئيس السيسي بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي مطالبا بتنصيق والتعاون مع مصر لبلورة النظام القانوني للصندوق وخطته وألية عمله ووفق المجلس على تلبية دعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة القادمة للمجلس خلال العام القادم كما أزر المجلس العديد من القرارات أبرزها الترحيب من ضمام لبنان رسميا إلى الإساسكو مطالبا بتعيين الجهات المختصة المكلفة بالتعاون مع المنظمة ترجمة نانسي قنقر تشارك وزارة الريف في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم هذا وتهدف المبادرة إلى تنفيذ مشروعات لتأهيل الترعي والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وذلك في أربعة وخمسين مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في نطاق عشرين محافظة من محافظات الجمهورية هذا مشهد أن نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبق فيها لتذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوان الرئيس سيسي يهنئ قادة العالم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد والحكومة تنفي اعتزام الدولة التنازل عن موانئ النيل لصالح دولة النجنبية وتؤكد أن الموانئ تخضع بالكامل للسيادة المصرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتم شهرها العشر والتصعيد يتواصل بين الجانبين نهاية نصرة السالسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري في تمام السادسة مشاهدين جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى اشتركوا في القناة